موسيقى الأول مرة في تاريخه منذ زمن المقاومة والنضال ضد المستعمر الفرنسي لأول مرة يخرجوا المغاربة بشعارات متنوعة لطالبوا برحيل رئيس حكومة ويطالبوه يراجع نفسه ويقول الحقيقة للمواطنين الحقيقة كاملة بلا مكياجات بلا تعواج لماذا كانت الحكومة جاية تثلل باش تزيد في بوطاقاز قبل ما تشدها الخلعة وتعقب الثورة لماذا ما بغيتش الحكومة تدخل بوضوح الخفض الأسعار سؤال بسيط لكنه يخفي من وراء سؤال أخر قوي لماذا أخ نوش لا يريد أن يتحاور مع الفاعلين في بيع المحروقات والنفط والغاز ومنهم شركته الكبيرة والنافذة إفريقيا غاز والشركات التي تبعها لها والشركة الكبيرة التي تشاري النفط من الخارج أو من أعالي البحار وتبيعه الإفريقيا والشركات الموزعة وهذا الشي فيه بثاف ديال الفيراجات من غير اللعبة ديال التخزين واللعبة ديال التكرير وديال شركات لثامير بثاف ديال الفيراجات ولكن الأمور راهها غادية توضح بشوية بشوية وشوية والشعب عقب بثاف وفهم لماذا كل هذه العنات؟ هذا الشي ما فيش 25 سنتيم ديال الربح اللي قال لنا نزار باركا هذا الشي فيه كل شي واكل وكل شي رابح وكل شي يقش المواطن حتى يخرجوا عيني 25 سنتيم هنا و50 سنتيم من ذلك الجيعة و100 سنتيم لهيه والجهة النافذة الوحيدة اللي رابحة راهها معروفة والمواطن تجيف ونشف حلقه والحكومة ديال أخنوش اعطات الفلوس للمهنيين في النقل باش يزيدوا في الغينة والثروات ديال شركات المحروقات والجهة النافذة اللي رابحة راهها معروفة والكرشم اللي كتشبه كتقول للراس غني ايه كتقول له غني وصير وسع الاستثمارات في موريطانيا واش كينش بلاد في العالم رئيس حكومتها كيهز من فلوس الدولة كنقول من فلوس الدولة يعني من ميزانيتها ويعطيها ال 180 الف سائق شهريا بقيمات 500 مليون درهم يعني نص مليار درهم شهريا باش يمشي ويشريو من عنده المازوط مدام تشاركته هي النافذة المهيمة في السوق وهو يجمع الحب الصحيح ويمشي استثمار في موريطانيا بحل الزعمال الشيطان علينا الاستثمارات انا ماشي ضد الدعم يتعطى الخوتنا ولكن خلصوا يتنقص من ثمن المازوط في البومبة كيف دارت كل الدول واش هدا ماشي تضارو بالمصالح واضح ماشي تنافي واضح را خلصنا نفيقوه وخلص سائقين المهنيين ديال النقل يرفضوا هاد النوع من الدعم وراهي لرفضوه غير بحو اكتر بكثير حيث اللي كيهمنا جميع هي تحسين ظروف المواطنين بما فيهم السائقين ماشي نزيدوا في طروة الاغنية والنافذين هدا دعم فيه السم خوتي وفيه الاحتيال وفيه الاغتيناء وراهي صرح بها جهرا مستشار من البطرونة في مجلس المستشارين اما المواطن راهم قاجينوا بالغالاء وبالطرائب وراهم غايت زادوا بزاف هاد العام والمواطن قهروه بالغلاء وراه هذا ما اعطى الله ما عمر تاريخ المغرب عرف غلاء بحال هذا ومن المواطن كي يخلص الدريبة بمواطنة ومسئولية ومن المواطن يشري مياك والوخة بالغلاء فلوسه كيتم الالتفاف عليها بوحدة قليبة خاطيرة وتمشي لابسجل لابد الدعم للسائقين كي يشريوا بها المزوت من شركة رئيس الحكومة انا لم اتكلم على شركات المحروقات الأخرى حيث رئيس الحكومة في حالة التنافي وحيث لقل البناء سنجدوا شيء قليبة أخرى ونجدوا ان حتى هذه الشركات يشريوا من عند شركة الأخ نوش ما دم هو الموزع الرئيسي وهذه اللعبة شميت ريحتها في محروقات الطائرات يعني الكيروزين اللي محتكراهم شركة واحدة هي الأخ نوش احتكار في عهد رئيس الحكومة أخ نوش اللي يغني لنا أغنية تحسين شروط التنفسية وأغنية أخرى تحسين مناخ الأعمال وأغنية أخرى للنزاهة والشفافية وآخر أغنية هي ميثاق جديد للإستثمار يواجهوا وقنعوني باللما كانت تنافي وتضارب المصالح في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا اللي يدبر همومنا وشؤوننا هو نفسه اللي يربح على ظهرنا يا سلام دب القضية أغنية وتحمد والناس بغية تخرج للشارع اللي يحفظ بلادنا وصافي والتراندينج والتندانس وشبكات التواصل عام راح تفاضت بالاحتجاجات هاشتاغ ارحل أخنوش يتصدروا التداول في المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر وفيسبوك ينتشروا هذا النوع حتى العيالات ديال الباديخ يقولوا الأخنوش ما بغيناك ش تكون رئيس حكومة المغرب وهالغنايات خرجوا يقولوا كلمتهم بحرقة وصخت كبير وهالفرق الأمازيغية خرجات كتقول كلمتها أما النقابات هادوا راهزادهم في الدعم وسد عليهم في واحد الغرفة باسم الحوار الاجتماعي وهاليام غادية والنقابات باقة تلاحس شوار بها وأخنوش يدير دورة فيها شهر كامل عاد يرجع عندهم يقول لهم نبدأوا من الأول أو نزيدوا نكملهم ومن بعد منها يخبر شهر آخر وماذا عمر المواطن صدح بحرقته بحل هذا الشكل أخنوش لم تسكت غير النقابات حتى الأحزاب المعارضة كلها وجدته وبثاف من المنابر الإعلامية وهذه المغربة تفرجوا في السكيزوفرينيا التي وقعت بين حزب العدالة والتنمية والتجمع السخرية والاستهتار أخنوش كان معين قيادين بارزين في ديوانه ونحن من حقنا نطالبه علاش ديوان رئيس الحكومة مشرع على الأربعة علاش هذه السيبة راه فلوس الشعب علاش رئيس الحكومة عنده الحق في عدد غير محدود دي المستشارين والمكلفين بمهمة علاش ديوان رئيس الحكومة كيف يخلصوا منجيبه هذك راه فلوس الدولة وهذاك راه ديوان ماشي سوق أسبوعي اللي جاي يدخله هذا بلا ما نتكلموا على الصندوق المالي اللي مسموح له يتصرف فيه يعني الصندوق الأسود ايه لاكاس نواغ بعد ذلك فهمنا لش بن كيران ما بغاش أخنوش يرحل نعاود هالكو لا تترك معي ارحل السي عز الأخنوش دبا الناس يقولوا الأخنوش ارحل والحكومته ارحله في حالك الناس لا تتلوش بغاوكة أخنوش وأنا كنصحك ترجع المسلسل القديم بثاف اسمته عصفور النار وتمشي ديرك للحلقة الأخيرة وتسمع هذه الجملة على لسان فردوس عبد الحميد ترمع بيتك وتشيل عصايتك وترحل ترمع بيتك وتهز عصاتك وترحل ستقول لي استي عزيز راه جلالة المالك اللي عينك اسيد على عيني وراسي ولكن جلالة المالك راه كيجري وراه بمصلحة بلاده وشعبه وكيعتبر نفسه خديم شعبه الوافي ويا مزول من وزارة من مناصبهم بسرعة كبيرة انت ما زال ربقتي عام ومنهم وزيرة حزبك نبيل الرميلي ووزير حزبك محمد بوسعيد ومنهم وزير الاتحاد الدستوري عيبيابا ومنهم الوزاراء اللي تعفوا في ملف الحسيمة ستقول باللي جلالة المالك يحتارم الديمقراطية وتقول لي العدلة وثنمية بقت عشر سنين سنقول لك الشعب مخصهاش الدار به كتر من مرة العدلة وثنمية تجربة فريدة من نوعها اعطاها الشعب فرصة كبيرة واستثنائية في ظروف استثنائية وكان استحضر الربيع العربي طبعا ولكن كيف راح اعطاها فرصة استثنائية لقنها درس استثنائي ونزلها من مية وخمسة وعشرين لتلتاش المقعد وراك عارف اشكي يعني رقم تلتاش العالم كله كيتشائم منه راح الشعب لا تقريبا العدلة وثنمية من الوجود بقى فيهم غير هذاك الذي يتكع على سبعات المليون وكيدور بحل عطار الدور ويغني وراك عارف شكون هل تسميته او تقيلة على الثاني كيف تسميته او تقيلة على الثانه من اللي اسماني مارغيريت تاتشر وراي المواطن غريبا الواطن خرجوا في الشوارع وهذا المواطن تتمكن في الشوارع وهو يتجب على كل الشعارات الممكنة ما بقيناش بغناء ازيز اخ نوش حتى الوليدات الصغار وصلهم صاد الغلاء وخلوا فصولهم الدراسية وخرجوا يصرخوا وكواك الغلاء مرمد والدينا وخل الحقيقة تقول ما شير مواطن اللي غلط راه انت اللي غلط يا سي عزيز في حق المواطن المواطن بحث غير على باديل يمكن يكون مناسب في الانتخابات في زمن حتى حزب مصالح والديمقراطية حاطة السيف على عنقنا والدستور الجديد اعطى للانتخابات والديمقراطية بعد جديد وصلاحيات كبيرة في الطبيق اما الحقيقة اللي وخة تكون مرة راهية اللي صالحة وقت اليوم هو وقت تكنقراط ووقت اليوم هو وقت اللي فرط يكرط حيث الديمقراطية ماشي هي اللي جثم لي على روحي وراحت بريطانيا ديمقراطية وجات رئيسة الحكومة ومشات في ضرف واجيس جدا وحتى امريكا ديمقراطية والرئيس هدت شركات البترول وبلجيكا وفرنسا والمانيا خرجوا فيها النقابات الحادقات ولواوية الحكومة لفائدة المواطن الديمقراطية ما شحيت عندك الفلوس عندك الفلوس بزاث وبلادي فيها الفقراء بزاث ودر بهم ما بغيتي وهذا راه كلام رئيس الحكومة الأسبق اللي كنت عنده أستأخنوش مجرد وزير الفلاحة لانه علاش الدعم ديال المقاسسة شنا هو هو خصكت بقانت المواطن كي يشتري الليسونس ومتك تخلص موراه طيب الى كان الليسونس بعشرات درهم غتخلص خمسين مليار ديال الدرهم ولولا بعشرين درهم غتخلص مئات مليار ديال الدرهم ده مش كيقول أخنوش تيقول بصراحة تيقول الحكومة ديال العدلة والتنمية تصدقت علي بسبعين مليار ديال الدرهم زائد خمستاش مليار ديال الدرهم من اللي ربحها في الارتفاع ديال الاسعار البلاد فيها الفقر وانت عندك الفلوس والنتجرها واضحة اما انا ولا بزاف اللي كنعرف والله من صوت على حزبك حيث منهر حليت عينيه في الدنيا ومنهر فهمت السياسة وحزبك حاكم ومشارك في الحكومة تجمع الوطني الاحرار دائما كان موجود في الحكومة في عهد الملك الرحيل الحسن الثاني وعشرين عام من عهد الملك محمد السادس يعني حكمتهم المغاربة وانقدرنا نقول من النهار تخلق حزبكم وانتو محاكمين حكمتهم مع اليمين ومع اليسار ومع الوسط حكمتهم فق السطح وتحت من الدص حكمتهم مع الطالعين ومع النازلين ومع الخاسرين ومع الرابحين حكمتهم في أيام القهراء وأيام الرخاء حكمتهم في الجايحة والمرض وفي الأزمة الاقتصادية وحكمتنا أيام الجفاف وأيام العثاث والكثاف والغنى عن الناس يعني سنطجنا منكم ومن حكمكم ومن حق المغاربة يقولون لكم طلعتوا لنا في الراس وسنقول أن كل ما عرفوا المغرب من عطارات سوف يتنسب لكم خاصة في الشق الاجتماعي أما النجاحات التي تعرفتها بلادنا سوف يتعرفونها من نجاز سوف يتعرف المالك هو صاحب الأوراش الكبيرة وإذا أردتوا أن تحاسبوا عليها ورش ورش هاني موجودة وتمك وريني كيف قدرته والله ما عمر شي ورش كبير جميل من عندكم وحتى من اللي كنت يا سي أخنوش وزير الفلاحة سوف كل ما عملته هو تطبيق المخطط الأخضر لسيدنا وإذا رجعنا لسؤال الثمينة لماذا طبقتي الورش بطريقة صحيحة؟ والله تنشيب لك راسك ونعدت لك أخطائك و سوف أخطائك كبيرة في تنزيل الورش المالكي على أي حال أنا شيء واحدة اللي عارفها أنت تغنيتي بثاف وطروتك توسعت وهالعالم والمؤسسات الدولية خرجت أرقام رعباتنا على طروتك ما حالت زادت؟ وهانت غادي تشري شركات كبيرة من المحروقات من موريطانيا وإفريقيا وهانت كتدبل في عينيك وتمحكك على الإمارات حتى هي نحن نعرف نتيجة واحدة أنك في أيام الجائحة التي كانت المغاربة فيها خايفين ومسدود عليهم انت تروتك تزادت الضخمات وفي هذه الأيام الأسعار حرقاتنا ليس في جيوبنا حرقاتنا في قلوبنا وفي جلدنا الأسعار شوطاتنا كيف تشوت رأس الخروف نهار العيد وهانت ليس كتوسع في استثماراتك أسيد الله يربح ولكن لا تريدك أن تكون رئيسا للحكومة وهانت اشفت حالتك مع هذا الوزير الذي جبته القطع العدل نسمعوا الفضيحته وشهته في الحقيقة وإلى شيء من السياسة وتعلمها بسرعة ومن بين الرجل عند قدرات كبيرة فهمها وضع السياسي في المغاربة ويساهم فيه بشكل ذكي وسيكون له ما له في المستقبل حزب تشمع ضحيف لا يمكنه أن يلعب ضد لأنه لا تجمع ولا زعيم تجمع كي يدير السياسة وش كي يديره؟ تسير أموالهم من خلال السياسة بالكيرين ليس هو ذلك الملكد من انطلار سيكون أعطى عرضا كبيرا وأنا أعتقد أنني قرأت حديد النبويين حول أن المؤمن أكبر فضيحة في تاريخ حكومات المغرب من الاستقلال حتى اليوم هو توزير بعض الأشخاص اللي كينين في هذه الحكومة نساء ورجال ومنهم عبداللطيف وهبي وأنا سنحلف بالله اللي هو العالي في سماه وفي قلوبنا لكي نقوله من برلمان بوانكم كلمتنا للتاريخ في هذا الزمن اللي الفلس كتت فيه الأحزاب والنقابات والإعلام والمنتقدين والفاعلين والله العلي العظيم حتى ترك في وضعية التنافي وتضارب المصلحة هذا شيء خطير وكيف القضية تزيد تسخن قليلا سوف تلقى رأسك لا تزيد تسخن قليلا يا عزيز وهنا وهنت وديرها غازوينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر